اشتركوا في القناة اذا كان وزن صندوق البطيخ الكبير 300 كيلو جرام وصندوق البطيخ الصغير 134 كيلو جرام ما الفرق بين وزنيهما؟ اذا المطلوب الفرق بين وزنيهما يجب علي احيانا قبل ان ابدأ الطرح ان اعيد التجميع اكثر من مرة الان علي ايجاد ناتج الطرح 300 ناقص 130 دعونا نمثلهم معا بقطع الدينز علي الان تمثيل العدد الاول ثم اخذ من العدد الثاني فاذا العدد الاول هو كام؟ احسنت 300 مئة مئتان 300 علي ان ابدأ في الخطوة الاولى بطرح الاحد علي ان اخذ اربعة من صفر احد هل استطيع ان اخذ اربعة احد؟ هل لدي احد؟ لا لا املك احدا اذا علي اعادة تجميع من العشرات هل لدي عشرات؟ ايضا لا املك اي عشرات اذا انتقل الى المئات علي ان اقوم باستبدال واحد مئة مع عشرة عشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الان اصبح لدي عشرات وماذا عن الاحاد؟ اريد ان ابدأ بالاحاد اذا مرة اخرى اقوم ايضا بعملية اعادة التجميع ساستبدل واحد عشرات بعشرة احد هيا نعد معا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد الان لدي احد عشرات ومئات الان سابدأ باخذ الاحاد اربعة احد هيا معا دعونا ناخذ اربعة احد واحد اثنان ثلاثة اربعة كم تبقى لدي من الاحاد؟ احسنتم ستة ممتاز ننتقل الى العشرات دعوني اخذ عشرات واحد اثنان ثلاثة عشرات ممتاز كم بقي لدي؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ممتاز رائع وننتقل الى المئات علي ان اخذ واحد مئة اخذت المئة الان من هو الذكي الذي يستطيع ان يقرأ العدد الموجود؟ ممتاز مئة ستة وستون احسنتم اذا دعونا نتذكر الان ماذا فعلنا؟ في الخطوة الاولى علي ان اعيد التجميع لا استطيع ان اطرح الاربعة من الصف فاذا اقوم بيعادة التجميع مع العشرات لا املك اي عشرات فاخذ من المئات احولها الى عشرة عشرات اخذت مئة وحولتها الى عشرة عشرات في الخطوة الثانية اعيد تجميع واحد عشرات ثم استبدلها بعشر احد فاصبح لدي عشرة احد تسع عشرات واثنان مئات ابدأ الطرح عشرة ناقص اربعة ستة تسعة ناقص ثلاثة ستة اثنان ناقص واحد واحد واصبح لدي الناتج مئة وستة وستون الان هيا معا ننتقل الى التدريبات والتدريب الاول اوجد ناتج الطرح ثم تحقق من الاجابة هيا هيا جهد سبورتك الصغيرة وورقتك الخارجية وابدأ معي للاجابة على الاسئلة مئتان وثمانية ناقص ثمانية وستون ثمانمائة واثنان ناقص سبعة وسبعون في دقيقة واحدة اجب عن السؤال موسيقى انتهى الوقت هيا اروني الاجابات واحد اثنان ثلاثة أرفع ممتاز رائع أحسنتم لا أنسى أن أتحقق من الإجابة من يتذكر كيف نتحقق من الإجابة؟ أحسنت ممتاز أتحقق من إجابة الطرح بعملية الجمع ممتاز فإذا مئتان وثمانية ناقص ثمانية وستون كم الناتج يا البطل؟ أحسنت مئة وأربعون وبالتحقق مئة وأربعون زائد ثمانية وستون يساوي مئتان وثمانية فإذا إجابتي صحيحة والآن السؤال الثاني ثمانمائة واثنان ناقص سبعة وسبعون كم الجواب يا بطل؟ أحسنت بارك الله فيك سبعمائة وخمسة وعشرون دعونا نتحقق سبعمائة وخمسة وعشرون زائد سبعة وسبعون يساوي ثمانمائة واثنان ودعونا الآن ننتقل إلى التدريب التالي أوجد ناتج الطرح خمسمائة ناقص ثلاثمائة وسبعة عشر ثلاثمائة ناقص مئتان وستة وعشرون هيا هيا أروني الإجابات نعد معاً واحد اثنان ثلاثة أرفع امتاز أحسنت مبارك الله فيكم الإجابة الأولى معك يا بطل أحسنت أحسنت مائة وثلاثة وثمانون والإجابة الثانية معك يا حلوة أحسنت أربعة وسبعون كان عمل متميز إذن الآن علينا أن ننتقل إلى التدريب الثالث والأخير إذا كان فيما حفظت علي مئتا دينار أنفق منها سبعة وعشرون ديناراً فكم ديناراً بقي معه؟ من يريني إجابته؟ من حصل على الإجابة الصحيحة؟ واحد اثنان ثلاثة أرفع أحسنت عمل رائع فإذن مئتان ناقص سبعة وعشرون الجواب هو مئة وثلاثة وسبعون فإذن فيما حفظت علي مئة وثلاثة وسبعون ديناراً الآن من يتذكر؟ ماذا أخذنا اليوم؟ أحسنتم أخذنا طرح أعداد بوجود الأصفاد وحان الآن موعد المزيد من التدريبات هيا نرجع إلى كتاب الطالب ونحل تمارين الدرس صفحة ثمانين وأراكم في دروس جديدة مع السلامة